مجهولون متنكرون يطلقون النار على رجل اعمال ويردونه قتيلا ببتنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء اهتز منتصف ليلة امس سكان ولاية بتنة على واقع جريمة قتل بشعة فزها مجهولان اسنان كان يتنقران في جلاليب في حق رجل الاعمال بني حي عبد الرزاق بالقرب من مسكنه العائلي ان لله وان اله الراجعون حزبنا الله ونعم الوكيل ترصد الجنات ضحية وهو عائد الى منزله ورفقة زوجته وبمجرد نزوله من المركبة اطلق عليه احد المجهولان عدة طلقات نارية حتى اردته قتيلا بعين المكان وامام مرأة زوجته ولازل فاعلان بالفرار الى وجه مجهولة نقلت مصالح الامن بشكل مكسف رفقة مصالح الحماية المدنية الى عين المكان رفقة افراد الشرطة العلمية والتقنية التي عينت الجثة ومصرح الجريمة قبل نقل الجثة الى مصلحة الحفظ بمستشفى بتنة الجامعي وتم فتح تحقيق في ملبسات الجريمة الشنعاء التي استهدفت رجل اعمال معروف بولاية بتنة والولايات المجاورة ومن خلال عديد المشاريع التي يشرف عليها في قطاع البناء والاشغال العمومية سألين المولى عز وجل الله الرحمة والمغفرة وان يرزق اهله وزويه الصبر والسلوان حزبنا الله ونعم الوكيل اعزائي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته